نكمل محاضراتنا بالهيت كوندكشن لاحظنا لدينا جسم هذا الجسم الثكنيس ما تسمى كو دلتا اكس كيو انتقال حرارة من درجة حرارة عالية اللي هي تي وان الى درجة حرارة اوطى اللي هي تي تو لاحظنا لدينا تي تو ماينس تي وان هذا راح يصير القيمة ما انته هي نيكتب قيمة ما انته تكون سالب اوكي فالمعادلة العامة temperature gradient هذا هذا هو نسميه temperature gradient هذا الخط المستقيم يسمى بالtemperature بالtemperature gradient اوكي داخل الجسم فكيو على اي تتناسب مع دلتا تي على دلتا اكس ماينس كي اللي هي ثرمال كيو كيو اوكي 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 منتقال حرارة من درجة حرارة عالية الى درجة حرارة واطئة لاحظ هنا تي تي ماينس تطلع موجبة ماينس في ماينس تطلع موجبة اوكي وناخد حالة عامة اللي هي اتقال حرارة داخل الجسم قدك هنا جسم هذا وناخد بسلاب او مقطع هات اكس وهنا الثيكنا اسماته دي اكس الكيو اللي داخله من اليسار هي كيو اكس والكيو اللي خارجه منها هي كيو اكس زادا دي اكس واذا اكو جينيريشن داخل هذا الحرارة على فرض كهربائي راح تصد توليد حرارة داخل الجسم فالكيو جينيريشن هي كيو دوت اي دي اكس لاحظ اي دي اكس وهذا بوليوم يعني هذا الاريا مضروف في دي اكس هاي مثل بوليوم وحجم وبالتالي الانرجي اللي داخله ات اكس هي ماينس كي دي تي باي دي اكس . persp الانرجي لانرجي حرارة کاملة داخل الجسم في التاو التاو هذا التاو هذا هو التا الانرجي الطاقة المتولدة او المتراقمة داخل هذا الاليمت هذا هسه ساعد نفقره انرجي بالليتسايد انرجي اه جنريتد وانرجي انتنل اه لطاقة الكامنة انرجي خارجه هذي انرجي خارجه وهذا نفتحه بالرياضيات يكون بهذا التر مانس اي كي دي تي دي باي دي اكس هذا كله نفتحه يكيو دوت يا انرجي 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 اوت هذي نقدر كلها نجمعها معادلة الوعدة تصير معادلة عامة الانتقال الحرارة داخل الجسم اه هذي اه لاحظ هذا انتقال الحرارة بالليتسايد هذا انرجي انرجي وهذه انرجي خارجه من من الالمنت اذا انبسط هاي المعادلة راح تكون معادلة هاي نحولها لهذا الشكل يكون بهذا الشكل هذي نعتبرها معادلة معادلة عامة باتجاه اكس اتقال الحرارة فقط باتجاه اكس اذا نسمى انتقال الحرارة باتجاه واي وباتجاه زت باتجاه وباتجاه زت ستكون ان هاي المعادلة عامة نفس هاي المعادلة حولناها هذي باتجاه اكس تجاه اكس وباتجاه واي وباتجاه زت اذا كي ثابتة كي ثابتة ان طلع خارج خوص الكي ثامة كنت في دي تابتة خارج خوص بالتالي معادلة اذا نحولها الى هذا الشكل باشا الديفرنشل دي تو با دي اكس دي واي دي زت كودة واحدة الالفا دي تا والالفا هاي الالفا تعريفة كي على الرو سي بي سميه بالتلمال دي فيوزي بيتي حداتها متر سيكوير على السكن تلمال دي فيوزي الى كي على الرو سي بي السينندر انتقال حرارة باتجاه اكس وباتجاه واي وباتجاه زت المعادلة العامة تكون بهذا الشكل هذا السينندر باتجاه ار لاحظ فا هي الزاوية زاوية هنا موجودة داخل السينندر واذا سفيريكل ايضا الكوردينة اسمالة اكس واي زت هاي معرفة للسفيريكل وهذه هي المعادلة العامة للانتقال حرارة داخل السفير عالتا نبسط هذه معادلات عامة ناخد اربع هذه معادلة توجد ايه كثبت من داخل السي وابد من اوزت وأن دام انتقال الحالاتع اسمالات مرد بالدرى ست التسكت بعد و pig هاي سوري تكامل دي باي دي اكس هاي دي تي باي دي اكس هذي سيوان بالتالي تم بشكلة دي انتي سيوان ايجزان سيتو سادسية ترانسير بالسيلندر يكون بهذا الشكل السيلندر وذاوتها بدون توليد حرارة وستسيوان داماشيه فلو اذا كان هيت سورس اقعدنا هيت سورس الى كيو دوت هذا هيت سورس لكيو دوت توليد حرارة داخل الجسم وذا تو دامنشين فهو باتجاه اكس وباتجاه واي سان صفر اذا انتي البروفايمالي ترتبط باكس ويرتبط بي الواي